الضغط باستخدام مقاومات الحياة اليومية للمواطنين أصبحت عادة للميليشيات المتحكمة في بعض المناطق الغربية لتحقيق غاياتها على مصلحة المواطن وقوته ليصل الأمر إلى الماء ويهدد وصوله إلى طرابلس فالمجموعة المسلحة التي أجبرت مشغلين نهر الصناعي لقطع ضخ المياه إلى العاصمة من أجل تحقيق إعادة الكهرباء لمصانع جنوب طرابلس هددت بتعطيش سكانها وتعطيل مصالحهم وعلى الرغم من عودة المياه للضخم المحطة ترهونة إلا أن حوادث الصرقة والتخريب لم تتوقف في هذه المحطات لتعطل عملها وتزيد في نسبة المياه المفقودة وتقلس إنتاجها يوما تلو آخر هذه المحطات المهمة المتواجدة في بعض المناطق الغربية لم تنل حمايتها اللازمة من الحكومة غير الدستورية على الرغم من التحذيرات المتثالية لجهاز النهر الصناعي بعدم مقدرته تأمين المياه للمواطنين في حالة استمرار هذه الأفعال وفي انتظار أن يحدث شيء حقيقي يوقف هذه الممارسات المشبوهة تستمر الميليشيات في تخريب وتعطيل المحطات المائية لتحقيق غاياتها المتفاوتة وتبقى حكومة الصراج عجزة عن تأمين هذه المؤسسة الحيوية ليكون بذلك المواطن هو الضحية الوحيدة لهذا الوضع الفوضوي ترجمة نانسي قنقر